إذن الولايات المتحدة ستستعين بتكنولوجيا حديثة للرد على الهجمات التي سهدفت مطار كابل الأسبوع الماضي وفق والسي جورنل تقريراً الصحيفة أفاد بأن بنتاجون استخدم صاروخ المعدل عن R9X وهو صاروخ الفاير لضرب مسلحي تنظيم داعش في أفرانسان بدلاً من R9X هذا الانفجار يخرج ست شفرات كبيرة مطوية داخل الصاروخ وهي تعمل على تمزيق الهدف بثوان معدودة على طريقة النينجا لذلك أطلق على هذا الصاروخ اسم قنبلة النينجا يعد الصاروخ أحد الأسلحة الأمريكية السرية وتستطيع طائرة من دون طيار حمله بحيث يبلغ طول قرابة متر ونصف ويزن أكثر من 45 كيلو جراماً عند ضربه يبدو الأمر كأن سنداناً سقط من السماء فيمكن إذن لهذا الصاروخ قتل العنصر المستهدف بالانقضاد عليه حيث يشهر شفراتي عند الاقتراب من هذا الهدف وبسرعة فائقة عادة ما يستخدم في ظروف محددة مثلاً عند تحديد زعيم إرهابي حتى يتم السهداف مباشرة دون إصابة المدنيين خاصة إن كان يختبئ بينهم فقد سخدم مثلاً في فبراير 2017 لقتل الزعيم الثاني للقاعدة وهو أبو الخير المصري وصهر أسامة بن لادن في إدلب شمال غرب سوريا كما سخدم أيضاً في اليمن في يناير 2019 لقتل جمال البدوي وجمال البدوي هو أحد أرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأمريكية كل عام الفين